كرم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد شارقة للتراث رئيس لجنة العليا لملتقى شارقة الدولي للراوي بدورته الحادية والعشرين الرواة والرواة الصغار والضيوف والمشاركين والجهات الرعية في فعاليات الملتقى في حفل الختام الذي أقيم مساء الأحد بمقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافية وأشار رئيس معهد شارقة للتراث إلى أن النسخة الجديدة من الملتقى في العام القادم سيكون البحر شعارها كما اختتمت فعالية النسخة الحادية والعشرين من ملتقى شارقة الدولي للراوي في المنطقة الشرقية حيث شهدت إقبالا جماهيريا لافتا في كل المواقع من خرفكان إلى كلباء إلى دب الحصن والذيد في حين تتواصل الأنشطة والبرامج والفعاليات في المنطقة افتراضيا على وسائل تواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد شارقة للتراث حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري وركز توصيات ملتقى شارقة للراوي على دعوة المؤسسات والهيئات العاملة في مجال التراث إلى تبني المشروعات الكبرى للفلكلور العربي والاهتمام بها ونشرها على أوسع نطاق حتى تعم الفائدة بها وقد اقترح المشاركون أن يقوم المعهد بهذا الدور لما له من إسهامات قيمة في هذا المجال والاهتمام بمشروع تصنيف مواد التراث الشعبي في كتب التراث العربي القديم وتسجيل وتوثيق قصص الحيوان من خلال الاستناد إلى أمهات كتب التراث وتقديمها في قالب جديد مشوقة